موسيقى اهلا بكم الى نصرة الاخبار من قناة الشروق وان نستهلوها بالعناوين تظاهرة حاشدة بالخرطوم استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين في ختام موكب العدالة اولا قيادي بقوة الحرية والتغيير يكشف عن تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة الوثيقة الدستورية زعيم حزب الامة القومية دعو حركات مسلحة الى تأييد الاتفاق لتحقيق السلامة اهلا بكم توفد الاف السودانيين الى الساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا لتأبين ضحايا الحراك الثوري في البلاد واعلنت قوة الحرية والتغيير ختام فعاليات مسيرات اسبوع العدالة اولا الاحتجاجية لتجتمع في الساحة الخضراء لتأبين ضحايا الحراك الشعبي وبحسب شهود عيان فان الاف المتظاهرين النجح في الوصول الى الساحة الخضراء بعد ان تجمعوا في مناطق متفرقة في العاصمة حاملين لافتات وصور الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير وكان تجمع المهنيين قد دعا الى في بيان الله جميع الثوار بتسيير المواكب والتوجه الى الساحة الخضراء مؤكدا ان التظاهر وتسيير المواكب حق مشروع دعا زعيم حزب الامة القومي صادق المهدي الحركات المسلحة الى تأييد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وقال المهدي في رسالة وجه لقادة الجفهة الثورية ان الاتفاق سينقل السلطة الى المجلس العسكري المنفرد بها حاليا الى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني واوضح المهدي ان اولى خطوات الحكومة المدنية ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام يتم تشكيله بالتشاور بين الجميع على رأسهم قادة القوى المسلحة وطلب المهدي من الجميع التعاون لتحقيق مشاركة الاخوة الممانعين حاليا ليكون السلام المنشود عادلا وشاملا وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي افسد اتفاقيات السلام في العهد البائد وذكر ان الاسرة الافريقية والدولية عامة متحمسة للانتقال للوضع المدني وعلى الاستعداد لدعم نهج السلام العادل الشامل وكانت الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة اعلنت رفضها الصريح للاتفاق معطبرة ان النهج الذي اتبع في التوقيع معيب وغير مقبول وسيؤدي الى تعقيد المشهد الوطني رحبت دول الترويكا نرويج وبريطانيا والولايات المتحدة باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في وقت استعجلت فيه المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير الى ابرام اتفاق دستوري موازل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة مدنية انتقالية بقيادة مدنية وعربت الترويكا في بيان اصدرته عن املها في ان تتمكن القوى السياسية والمؤسسات المدنية من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني وعلنت ترويكا ترحيبها بالتزام الطرفين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث الثالث من يونيو وعربت دول المجموعة عن تطلعها الى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني الى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية واثنى البيان على الجهود جهود الاتحاد الافريقي والوسطاء الاثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل الى اتفاق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير منذ ابو المعالي انه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير واوضح ابو المعالي في تصريحات صحفية ان هناك نقاط خلافية وقضايا عالقة لم يتم البد فيها او التفاوض حولها مع المجلس العسكري وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض بالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للتوافق حولها وشدد على انه في مقدمة تلك القضايا الخلاف على قضية منح الحصان المطلقة لاعضاء المجلس السيادي ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي تترقب الصحة السياسية بكثير من الاهتمام انطلاقة جلسة المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بشأن الاعلان الدستوري ويرى مراقبون ان التوقيع على الاتفاق السياسي يمهد الطريقة لتسوية شاملة تؤدي لتنفيذ مطلوبات الفترة الانتقالية وسط ترقب حذر تدخل المباحثات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بعد اتفاق الطرفين على الاعلان السياسي اتفاق بحسب مراقبين من شأنه ان يمهد الطريق لاستكمال ملفات التفاوض محل الخلاف فعلا ان هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي جدا تاريخي كبير جدا ويمهد الطريق للوصول لكل الخلافات بين الطرفين باحتباره هو بداية لاذابة الخلافات ومحاول غرس السغة التي كانت مفقودة قطيلة الفترة الماضية بين الطرفين وفي ظل تباين مواقف بعض مكونات قوى الحرية والتغيير حول الاتفاق السياسي يرى مراقبون ان اي اختراق حول وثيقة الاعلان الدستوري رهين بوحدة مواقف قوى الحرية والتغيير وتفهم الطرفين لمواقف بعضهم البعض مشيرين الى ان التحدي الاكبر يكمن في صعوبة التوافق على تقليص صلاحيات مجلس السيادة الفرصة متاحة اذا كان هناك تماسك وتوحد في كلمتهم نعم المجلس العسكري من خلال الانضباط العسكري المعروف هو متماسك ويعرف كيف يقدم ورقته بخربراء الذين قاموا بذلك المسألة الاخرى الفرصة التانية هو ان يكون يعني المفاوضون بالكيفية التي يستطيعون بها تفهم نقاط الطرف الاخر بصورة يعني تعيد لشعب السوداني استقراره الشعب السوداني الذي يعاني الوضع الاقتصادي الذي وصل الى مداه بصورة السودان الان وصل الى الدركة السحيق من الوضع الاتصادي المعيشي وبالتالي هذه الفرص كلها تتوقف على مسألة التفاهمات التي يمكن ان تكون بين الطرفين وبعد مسيرة امتدت لنحو ثلاثة اشهر من السجال والجدال بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير يأمل الشارع السوداني في ان يتوصل الطرفان الى تفاهمات مشتركة تسمح بالبدء في تنفيذ مطلوبات الفترة الانتقالية عمر العوض البشير الشروق الخرطوم حددت حكومة ولاية نهر الدين رسميا الاربعام من كل اسبوع يوما مفتوحا لتلقي مظالم وشكاوى عامة المواطنين وقضايا اللجان الإدارية بالاحياء والمجالس والواجهات المجتمعية وقال والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد ان هذا النهج اختطته الحكومة من اجل رد المظالم وبسطي قيم العدل والمساواة والفصل في النزاعات الإدارية مشيرا الى ان عرض قضايا ومشكلات المواطنين يتم مباشرة بحضور آلية تنفيذية لتشكيء او تتشكل من اعضاء مجلس الحكومة بالوزارات والمحليات لافتا بانه تتم في الان مساءلتهم بشأن القضية والبت في حلها على الفور واضاف حماد ان التجربة في يومها الاول نجحت في حل كثير من المشكلات واختراق العديد من الملفات والقضايا العالقة بجانب تضييق حلقات بروقراطية الإجراءات التي تعيق انسياب دولاب العمل بالخدمة المدنية وتضيع الكثير من الوقت وتعرقل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء فيها غضايا مرتبطة بالتعليم وغضايا مرتبطة بالزراعة وغضايا مرتبطة يعني بمعاشى الناس وغضايا مرتبطة بالتوظيف وغضايا مرتبطة بالصحة وهموم المواطن يعني فكل الإخوة مدر الإدارات ورؤساء الدوائر والحكومة بأجملها بدءا من الوالي مرورا بأمين عام الحكومة وكل الإدارات وبعض المدر التنفيذين لبعض المحليات التي نحتاجهم في معرفة بعض التفاصيل في محلياتهم تفاجأ طلاب المساق الصناعي المتقدمين للحاق بالكليات الهندسية بالجامعات السودانية بفرض نظام القبول لطلباتهم إلكترونيا وبالتالي يفقد الطلاب لهذا العام فرص المنافسة في مقاعد الكليات الهندسية على أن يقتصر التقديم لهم فقط في كليات مسار التعليم التقني والتقني المنشأ حديثا من جديد أطلت برأسها على سطح الأحداث قضية طلاب المساق الصناعي بعد أن تم تجاوزها استثنائينا ضرفيا خلال العام المنصرم يفاجأ طلاب المساق الصناعي المتقدمين للالتحاق بالكليات الهندسية برفض نظام القبول لطلباتهم المشكلة بدأت سنة 2017 وقالوا المشكلة عشان رياضيات متخصصة والفيزياء في 2018 فريحنا لأن المشكلة تحلت ورجعوا الرياضيات المتخصصة ورجعوا جنوب الفيزياء والطلاب خشوا الجامعات عندنا طالبين خشوا كلية الهندسة عطبرة من الصناعية والناس أقبلت بعد ما أحجمت عن التعليم الصناعي أقبلت في 2018 لجي نتفاجأ في 2019 وأن الطلاب ما يقدروا يقدموا عاوزين نعرف الكلام دوراهم منهم ولا يرى معلمون أي مبرر أو مسوغ أكاديمي يحرم الطلاب المساق الصناعي من التقديم للالتحاق بالكليات الهندسية بعد أن تمت مراجعة المنهج وتقويته وموازاته بالمنهج الأكاديمي بالمدارس الثانوية النظرة كليات الهندسة المفروض يقبل فيها الطالب المدرس الصناعية دشت طبيعي لكن لا الناس نجدها القبول قالوا الفيزياء والرياض المتخصصة الناس رجعوا ورياض المتخصصة والفيزياء برضو ما قبل الطلاب لحد اللحظة ما قبل الطلاب ليه؟ دي واحدة الحاجة التانية نحن نظام التعليم كان زمان أربع سنوات الآن ثلاثة سنوات أضعفوا التعليم الفني السنة قبل الفاتد كان قالوا أنه سيعالجوا المشكلة دي بواسطة المنهج أنه قوه المنهج بالفيزياء والرياضيات خط الرياضيات المتخصصة والفيزياء برضو الأكاديمية يعني بقد عندنا الفيزياء والرياضيات ورقة واحدة بتجي مع الورق بالمدارس الأكاديمية الإحباط واليأس لم يتملك طلاب المساغ الصناعي وحدهم بل تسرب إلى أسرهم ومعلميهم الذين شعروا بطعم الظلم والقسوة في القرار كيف طالب جاب النسبة وفرح بتاعت كلية الهندس عطبرة لما نجي يقدم يلقى ما موجودة ليه جاب كونه 80 زيه وزيه الأكاديمي والمشكلة دي أصلا وراهم منه وليه ما يراعى للطالب الصناعي يكلمه الطالب الصناعي لو كلمه قالوا ياخد طالب الصناعي ما حيخش جامعة السودان ولا كلية الهندس عطبرة لا نادي جامعات يخوان عندها تاريخ وعندها إسم وعندها رغم هندس وعندها حاجات كثيرة معروف ما بتكون زي كلية جديدة أما إدارة التعليم الفني برئاسة وزارة التربية والتعليم فقد أكدت أن ما حدث هو ترجمة فعلية لساسات الدولة واستراتيجياتها المعتمدة في إطار المفاصلة التي اختطت مسارين متوازجين للتعليم التقني والتقاني عن التعليم الهندسي أي طالب فني قاري فنية قاري مدر الصناعية يقدم في أكليات التغنية يقدم في كلات التغنية كلات التغنية تقريباً أساح فاتحة عندنا في جامعة السودان وعندنا في الجريف وعندنا في عبداللطيف الحمد وفي نيالة وفي بورسودان كل الولايات يقدم فيها جامعات تغنية الطالب يقدم في أكليات التغنية فقط أسرق للطالب إننا الصناعية أصام الحكيم الشروق ولاية نهر النيل وجه والي الخرطوم أحمد عبدون بتشكيل لجنة فنية لوضع الخطط الكفيلة لتطوير الأسواق ومعالجة الازدحام المروري بمحلية كاريري وبحث الوالي خلال الاجتماع الموسع ضمى معتبط محلية كاريري والأمينة العام لحكومة الولاية ومديري وزارات المالية والتخطيط العمراني خطط المحلية لترقية الخدمات وتسهيل حركة المرور بالأسواق ووجه الوالي خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية تعمل على وضع الخطط الكفيلة لتطوير الأسواق والعمل على حل مشكلة الزحام المروري لتسهيل عملية التسوق بحثت حكومة غربي دارفور مع المؤسسات الصحية بالولاية إيجاد خيارات جديدة للتخلص من النفايات الطبية بشكل صحي آمن في أعقاب شكاوى من عدم استيعاب حجم محرقة النفايات الطبية بالولاية لكميات النفايات الطبية الناتجة عن مخلفات مستخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وأكد والي غربي دارفور عبدالخالق بدوي أن قضية حرق النفايات الطبية بالمستشفى يشكل قضية صحية ذات أهمية كبرى وإيجاد بديل مناسب لحماية العاملين والمناطق المجاورة للمحرقة وأوضح أن الاجتماع بحث عدد من الخيارات في تحويل المحرقة إلى مكان يضمن المعالجة بصورة أكثر دقة بجانب أن تكون المحرقة بمواصفات هندسية وطبية تضمن للمواطن والعامل سلامتهم من انتقال العدوى لبعض الأمراض تم عقد اجتماع مؤسع ضم كل من مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الأخوة فيها التأمين الصحي ومدير الطب العلاجي بالإضافة إلى الأخوة في ممثل المراكز الصحية والمستوصفات والأخوة فيها المجلس الأعلى للبيع والمستشار الهندسي للولاية وتم تكليف تم تكليف وزارة البناء التحتية بتخصيص قضعة أرض في موقع مناسب خارج المدينة يتناسب هذا العمل الذي نحن بصدده إن شاء الله دعوى للقدارف المكلف نصر الدين عبد القيوم إلى التعاون من أجل إنجاح خطة إدارة السجل المدني في تسجيل الوقائع الحياتية المتعلقة بالمواليد والوفيات وقال خلال مخطبة الورش التدريبية المشتركة بين إدارة السجل المدني بولاية القضارف والمفوضية السامية للاجئين أن همية تسجيل الوقائع الحياتي اليومية يسهم في وضع استراتيجية واضحة المعالم للدولة مبنية على الحقائق والأرقام مما يساعد متخذ القرار في التخطيط السليم وصولا للتنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية المنشودة عملية التسجيل المواليد والوفيات تعتبر من العمليات المهمة لأخذ المؤشرات الحقيقية لنموء السكاني وتساهم في توفير المعلومات الحقيقية لتخطيط القرار في التخطيط السليم لكافة الجواني والتنموية كما أن عملية التسجيل توفر حقوق أساسية للطفل والأثاث اللاذم لإعطاء الهوية القانونية وندعو بضرورة تبعيل تسجيل المواليد والوفيات بالمؤسسات الصحية بكافة حال ولاية ولاثم المناطق الريفية التي لا توجد بها مؤسسات صحية في السياق قال عثمان فضل المولى مدير إدارة السجل المدني بولاية القضارف إن المرحلة الثانية من خطة السجيل المدني والتي انطلقت في العام سبعة عشر والفين تعتمد على تسجيل الوقائع الحياتية من مواليد ووفاة وفي ذلك شكر التعاون الكبير من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالأمر كان لابد من ضبط تلك البيانات إضافة وحسفا هي عملية الإضافة والإضافات من النظام ليعطي غراءات صحيحة وهي مرحلة التسجيل المستمر أو ما يسمى بتسجيل الوقعات الحياتية والتي تم تقسيمها إلى محورين المحور الأول تسجيل وقعة الميلاد والوفاة بشراكة زكية مع وزارة الصحة وإخواننا من منظمات المجتمع المدني المحور الثاني تسجيل وقعتها الزواج والطلاق بشراكة زكية مع الجهاز الغضائي نشرطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل خبير اقتصادي يدعو إلى عادة النظر في بنود موازنة العام الجاري أهلا بكم وإلى جولة في أخبار المال والأعمال ولكن عقب الفاصل قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن موازنة العام الجاري لا تستطيع استيعاب حجم من تغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في السودان وشدد على ضرورة إعادة النظر في عدد من البنود ومن بينها سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار والمحدد ب 47 جنيه في ظل التصاعد الكبير الذي تشهده الأسواق غير الرسمية للعبولات الموازية وأشار إلى ضرورة زيادة الدعم للسلع الاستراتيجية والذي حدد في الموازنة بقيمة 55 مليار جنيه سوداني بصبب الهبوط الكبير الذي أصاب العملة الوطنية بما يستدعي زيادة المبالغ المرصودة للدعم تفقد وفد المشترك من وزارة النقل وحكومة نهر النيل والهيئة القومية للطرق والجسور سير العمل في طريق النيل الغربي الذي يبدأ من منطقة الكوداب بأمدرمان جنوبا إلى منطقة أم الطيور شمالا بمحلية عطبرة وأعلنت وزارة النقل عزمها إكمال الطريق خلال العمل المقبل وأشارت الوزارة إلى توفير الدعم اللوجستي والفني على طول الطريق وأكد وكيل وزارة النقل الاتحادية أهمية الطريق في حركة الصادرات والواردات حيث يربط مواقع الإنتاج بمنافذ التصدير البرية والبحرية يصل العاصمة الخرطوم الأحد المقبل وفد الاتحاد العربي لكرة القدم لتوقيع عقود المشاركة في كأس الأندية العربية الأبطال مع نادي المريخ بطل الدوري الممتاز لهذا الموسم والهلال الذي حل ثانيا وتحمل النسخة القادمة للبطولة العربية اسم ملك المغرب محمد السادس وأعلن نادي الهلال السوداني رغبته في المشاركة في البطولة العربية وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم إجراء قرعة البطولة العربية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي تلقى مدرب نادي المريخ إبراهيم حسين عرضا من نادي الصحمة العماني للتعاقد معه وقيادة الفريق في المرحلة القادمة وبحسب مصادر موثوقة لباج نيوز فإن نادي الصحمة العماني دفع بعرض يبلغ أربع ألاف دولار راتبا شهريا علاوة على ميزات أخرى في العقد ويدرس مدرب المريخ في الوقت الراهن العرض المقدم من صحمة وينتظر أن يخطر إدارة النادي بالقرار النهائي خلال الساعات المقبلة يخوض منتخب السنيقال والجزائر مواجهة جديدة في أمم إفريقيا 2019 غدا الجمعة بل اليوم الجمعة على استاذ القاهرة في نهائي البطولة لتضاف المواجهة إلى سلسلة الصراع بين الشمال والغرب التاريخي في الكان وعلى مدار هذا الصراع تويجت منتخبات شمال إفريقيا بعشرة ألقاب بواقع سبع ألقاب لمصر ولقب لكل من تونس والجزائر والمغرب بينما فازت منتخبات غرب إفريقيا باللقب 14 مرة بواقع خمس ألقاب لأسود الكاميرون وثلاثة للنيجيريا وأربع ألقاب لغنى ولقبين لكدوضواء ويأمل منتخب السنيقال في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه لينضم إلى دول غرب إفريقيا المتوجة باللقب أما منتخب الجزائر فيزعى للفوز باللقب الثاني في تاريخه بعد الأول الذي حققه في العام 1990 في ختام نصرتنا إليكم العناوين مرة أخرى تظاهرة تظاهرة النحاشدة في الخرطوم استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين في ختام أسبوع العدالة قيادي بقوى الحرية والتغيير الشفع عن تأجيل اجتماع مخصص لمناقشة الوثيقة الدستورية زعيم حزب الأمة القومية يدعو الحركات المسلحة إلى تأييد الاتفاق لتحقيق السلامة نهاية النشرة للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا أشتروك دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر